قال الإمام الحافظ المفسر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون قال رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك أي استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله أي القرآن تقرأه عليه وتذكر له شيئا من الدين تقيم عليه به حجة الله ثم أبلغه مأمنة أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي إنما شرعنا أمانا مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم أروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمر وغيرهم واحدا بعد واحد يترددون في قضية بينه وبين المسلكين فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أن مسيلمة رسول الله قال نعم النبي سأل رسول مسيلمة الذي أرسله مسيلمة إلى النبي قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى وقد قيض الله ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة وكان يقال له ابن النواحة طيب أظن هذا مر معنا ابن النواحة ترجمته في الميزان أو في اللسان اسمه عبد الله ننظر وكان يقال له ابن النواحة ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة يعني ابن النواحة يشهد لمسيلمة بالرسالة فأرسل إليه ابن مسعود فقال له إنك الآن لست في رسالة وأمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعن والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب فطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه لكن قال العلماء لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله طيب هذا الحديث وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمه الله تعالى وأنظروا إلى خرافة مسيلمة وكذبه وافترايه القرآن الذي نزل عليه يعني من حديث عن قيس بن أبي حازم قال جاء رجل إلى ابن مسعود قال إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يقرؤون شيئا لم ينزله الله الطاحنات طحنا العاجنات عجنا الخابزات خبزا اللاقمات لقما قال فقدم ابن مسعود ابن النواحة أمامهم فقتله لا يرتد يعني يقرأ هذا القرآن قال واستكثر البقية فقال لا أجزرهم اليوم لا أجنا فقال رحمه الله لا أجزرهم اليوم الشيطان سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يفنيهم الطاعون هذا من فعله رضي الله عنه وشاهد هذا الرجل الذي هو ابن النواحة سلما وآمن وقرأ قرآن مسيلم فأمر عبد الله بن مسعود به فقتلا طيب هذه الآية وهي قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجر إن هذه شرطية وأدوات الشرط لا تدخل على الأسماء فهناك محذوف وإن استجارك أحد فهناك محذوف وفي قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجر عرفنا أي استأمنك والمؤمن أو المستأمن لا يجوز أن يقتل فالدماء المعصومة دم المسلم والمستأمن والمعاهد والذمي هذه أربعة دماء معصومة لا يجوز للمسلم أن يقتل وأن يسفك هذه الدماء أما الحربي فهذا بيننا وبينهم حرب من الكفار وفي قوله حتى يسمع كلام الله نص صريح على أن القرآن كلام الله فالقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود القرآن الذي يقرأ بالألسن ويكتب في المصاحف هذا كلام الله لكن الصوت صوت القاري واللفظ لفظ الباري سبحانه وتعالى والأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله كثيرا ومن أصرحها هذه الآية حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فالمسركون جهله لا يعلمون عن الله ولا يعلمون عن دين الله ولا يعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون عن شرعته فهم جهله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون لكن من طلب أن يسمع كلام الله فتلبى له طلبته حتى تقام عليه الحجة وحتى تزال عنه الشبهة وهناك كلام طويل للإمام ابن عبد العز رحمه الله حول هذه المسألة وامتحن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في عهد الدولة العباسية وحصل له ما حصل والسبب هي هذه المحنة والقرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وصفات الله غير مخلوقة صفات الله جل وعلا غير مخلوقة صفات الله صفات الله صفات الله